قلبت الفيضانات القاتلة مظاهر الحياة رأساً على عاقب في كل من الصين وألمانيا وأصبحت تذكاراً حياً أن التغيير المناخي يتسبب في ظواهر جوية أكثر تطرفاً في مختلف أنحاء العالم أسفرت الفيضانات في أوروبا والصين عن مئات الضحايا والمصابين وقدر حجم الأضرار المائية مدية عفواً بعشرات ملايين من الدولارات فيضانات في أوروبا وأخرى في الصين وقعت دون سابق إنذار فأوقعت مئات الضحايا والمصابين وتسببت في خسائر مادية فادحة في ألمانيا وافقت الحكومة على حزمة إغاسة ضخمة لمناطق في البلاد دمرتها الفيضانات غير المسبقة وبعد أسبوع على كارثة هي الأسوأ في تاريخ القارة الأوروبية أودت بحياة قرابة مائة وسبعين شخصاً على أقل تقدير أعطى الاتلاف الحكومي الواسع الضوء الأخضر لإغاسة فورية بقيمة أربعمائة مليون يورو وسوف تؤمن الحكومة الفيدرالية نصف المبلغ أما الباقي فمن الولايات كذلك أعلن اتحاد صناعة التأمين الألمانية أن الأضرار التي سببتها الفيضانات المدمرة قد تكلف شركات التأمين ما يصل إلى خمسة مليارات يورو أما في الصين فتشهد مقاطعات بوسط البلاد وتحديداً خنان سيولاً عارمة وانزلاقات للتربة بسبب أمطار غزيرة تسببت في فيضانات ضخمة تطورات دفعت الرئيس الصيني شي جينبينج إلى وصف الوضع بأنه خطير جداً مشيراً إلى مرحلة دقيقة دخلتها الإجراءات الرامية إلى السيطرة على الفيضانات وقد أجلت السلطات نحو مئتي ألف شخص من شينجتشو في حين يقود الجيش عمليات الإنقاذ في المدينة التي يقتنها أكثر من عشرة ملايين نسمة والتي غمرت مياه الأمطار المتساقطة فيها على مدى أيام الشوارع ومحطات المترو في أعلى هطول للأمطار بالصين منذ ستين عاما ترجمة نانسي قنقر